عائلة طريق الطويل ومشاكل قيادة أفرادها ثلة من رفاق المصيرة قريبا بشكل عام يعني صعبة كتير هذه المصلحة بشكل عام يعني أنه تعبة وإرهاق وتعب للجسم وأهم شيء أنه الواحد يعني يشتغل أحسن ما يعود ويطعمي يصرف على بيته ويطعمي أهله وولاده ويرجع على بيته غاني مسالم هاي كل الشغل اللي تبعنا حرارة التحية بين الرفاق تفق حرارة الجو الحارة يستقبله أبو موسى في مجلسه المتواضع أمام مطبخه الصغير الذي شطرت جانب الأيمن من مركبته الضخمة مسافة طويلة بس أحيانا عم يتعب الجسم ووقت للراحة قليل يعني ما فيه أنه وقت كامل مشان أنه نوصل للنقلية بشكل أسرع أحيانا المدة بطول معي بشكل لسنة بشكل كامل حتى أشوف عيالي وأهلي طموحات يعني ما فيه شيء بسيط إنه مثلا بس أنه أكفي حالي سؤال الناس بس مو أكثر منهي وأكفي عيالي وأهلي سؤال البشر يعني تلك هي طموحاتهم يقودون أياما ويطول الفراق شهورا وسنين يقودون في أكثر الأماكن صعوبة وأشدها خطورة خلف كرسي المقود يتحضرون لقيلولة تذكرهم براحة أو بعض منها تنازل عنها يوم قراروا امتشاق تلك المركبات وأن يجعلوا منها حياة لتلبية حاجات الحياة ما من البشر يعني ترجمة نانسي قنقر